اهلا بكم في حديث اليوم من الممكن ان تخدع كل الناس لبعض الوقت او ان تخدع بعض الناس كل الوقت ولكن لا يمكنك ان تخدع كل الناس كل الوقت وخصوصا فيما يتعلق بالسياسة هذا ما حدث بعد توالي السنوات على تأسيس الحرس التوري الايراني وانتكاسات ايران الداخلية والخارجية بدءا بالانتفاضات الشعبية العارمة داخليا وصولا الى الخسائر المتتالية خارجيا فقد جاء القرار الامريكي بتصنيف الحرس التوري الايراني ارهابيا خطوة هامة في الحرب على الارهاب وفضح الممولي والمدافعين عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين كان محطة تحول جدرية في الخارطة السياسية للمنطقة برمتها هو تاريخ انقلاب نظام الولي الفقيه على ثورة الشعب الايراني انذاك وهو تاريخ تأسيس الحرس التوري الذي جاء ليضرب بيد القمع والارهاب ضد الشارع الايراني وحتى الجوار العربي نتابع التقديم اربعون عاما من تغذية الصراعات ونشر الفوضى من منطلق احقية وهمية بالهيمنة ونشر النفوذ اربعون عاما ما كف الجناح العسكري لنظام الولي الفقيه من تدخله السافر في شؤون الدول وتجنيد المولين له على اساس طائفي الحرس الثوري الايراني اقرب لتنظيم ارهابي من جيش نظامي شرعي يلتزم بالقوانين والمواثيق فكم مرة يقدم على خرق قانون دولي وتنفيذ عملية ارهابية في مختلف بقاع العالم اليوم يلقى هذا التنظيم ما كان يجب ان يلقاه من سنين عددا جاء الاعلان امريكيا وكان الترحيب دولية بتصنيف الحرس الثوري منظمة ارهابية في خطوة غير مسبوقة وذكر الرئيس الامريكي ان الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية اجنبية قائلا ان الحرس الثوري هو اداة الحكومة الرئيسة لتوجيه وتنفيذ حملتها الارهابية العالمية فيلق القدس ادرج ايضا على اللائحة السوداء الامريكية كمنظمة ارهابية وهو وحدة تابعة للحرس الثوري الايراني عبارة عن جناح خارجي يقدم الدعم الى حلفاء طهران في الشرق الاوسط كحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن وبقية المينيشيات التابعة لايران في العراق وسوريا مأزق لم يكن بحسبان نظام طهران الذي يواجه اليوم اكبر ضغط دولي منذ استيلائه على الحكم في البلاد عام 1979 عقوبة تلو اخرى وضغط دولي واخر شعبي من الداخل لكن القرار الامريكي كان الصدمة الكبرى بالنسبة لنظام الولي الفقيه في حين يراه الجميع مسألة طبيعية وامرا يأتي في سياقه الصحيح فالحرس الثوري هو الارهاب بعينه ما هي حقيقة الحرس الثوري الايراني؟ ما هو تاريخه؟ وماذا يعني ان تصنفه الولايات المتحدة بانه منظمة ارهابية؟ من اياد هذا القرار ولماذا؟ ومن عارض هذا القرار ولماذا ايضا؟ هذه الاسئلة وغيرها اطرحها على ضيفي في الستوديو الكاتب والمحلل السياسي القدير الأستاذ سيد زهري أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أستاذ سيد في البداية كيف قرأتم القرار الامريكي بتصنيف الحرس الثوري الايراني كمنظمة ايرانية؟ وربما السؤال هنا لماذا جاء هذا القرار؟ أعتقد السؤال الأصح لماذا تأخر هذا القرار إلى يومنا هذا؟ يعني القرار أولا يعتبر من أهم الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية في مواجهة النظام الايراني القرار اتخذ على ضوء حاجتين يعني عاملين كبيرين العامل الأول الدور الذي يلعبه الحرس الثوري في المنطقة وأيضا في داخل إيران هذا الحرس الثوري هو الأداة الأكبر الأداة الأساسية للنظام الايراني لتنفيذ مشروعه الطائفي التوسعي في المنطقة هو أداة الإرهاب الأكبر الأولى لإيران في المنطقة وكما تعلم يعني هذا الحرس هذه القوة الإرهابية لعبت دور تخريبي لا حد له في الدول العربية من سوريا إلى العراق إلى اليمن وكما تعلم نحن هنا في البحرين عنينا كثيرا جدا مما يفعله هذا الحرس درب إرهابيين سلحهم أمدهم بالأسلحة خطط لهم تنفيذ عملات إرهابية إلى آخره فإذا كان هناك أي أحد يريد أن يتصدى لإيران أو يحقق الاستقرار في المنطقة فلا يمكن أن يحدث هذا من دون مواجهة مع الحرس السوري هذا أولا الأمر الثاني أن القرار جاء في سياق سياسة الإدارة الأمريكية الحالية تجاه النظام الإيران كما تعلم أنه منذ أن أتى الرئيس تيرام وهذه الإدارة لديها موقف واضح ومحدد على عكس الإدارة السابقة تماما يتمثل باختصار في أنه هذا المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة يجب أن يرضح يجب أن يتوقف هذا الإرهاب الذي تمارسه إيران ضد دول المنطقة يجب أن يتوقف ولذلك شرع من منذ بداية عهد الإدارة الحالية في اتخاذ إجراءات كثيرة جدا أولا انسحبت من الاتفاق النووي على اعتبار أنه يسهل الإرهاب الإيراني وهذا صحيح نمر الثاني أعادت الإدارة فرض العقوبات الأمريكية على إيران في كل المجالات نمر الثلاثة فرضت عقوبات جديدة على كيانات إرهابية مرتبطة بإيران ثم جاء هذا القرار الأخير والذي هو لأول مرة يحدث في تاريخ العلاقات أو في تاريخ العلاقات الدولية أنه كانت تصنف جيش نظامي على أنه منظمة إرهابية فأنت في هذا الإطار نفهم هذا القرار أنه يعكس إرادة أمريكية في مواقع المشروع الإيراني وفي نفس الوقت هو نتاج لهذا الإرهاب والتخريب الواسع النطاق الذي يلعبه الحرس السوري في المنطقة إذن هذا الجيش النظامي الذي تم تصنيفه والربما هو الجيش الأول الذي يصنف كمنظمة إرهابية باعتباره ذراع أيدلوجي عسكري لدى النظام الإيراني من أجل بث الفوضى في المنطقة ومثل ما تفضلت حضرتك لديه أياد تعبث في العراق في سوريا في بيروت في لبنان في البحرين ميليشيات لديه طوابير خامسة في كل مكان على أساس أيدلوجي ويسعى لتصدير ثورته في المنطقة إلى أي مدى تصنيفه كمنظمة إرهابية سيحد من قدرته على القيام بكل ذلك أنا أتصور أن القرار طبعا لن ينهي الدور الإرهابي للحرس السوري ولن يقضي على الحرس السوري طبعا ولكن سيكون له دور مهم وكبير جدا في تحجيم هذه المنظمة وفي ردع المشروع الإيراني بشكل عام لأسباب أو يعني عوامل كتيرة جدا مرتبطة بتأثيرات القرار أول شيء أنت لاحظ أن الحرس السوري يكاد يهيمن على الاقتصاد الإيراني يعني أكتر من ثلث الاقتصاد الإيراني في يد هذا الحرس السوري في كل المجالات وهما أفقر الشعب الإيراني طبعا طبعا فإذن أنت عندما تستهدف كل مؤسسات هذا الحرس وتعضعها على طائلة الإرهاب فبالضرورة أنت تحد من قدرته على تمويل الجماعات العميلة له في المنطقة العربية تحد من قدرته على تجنيد العملاء في المنطقة العربية أمر الآخر أنه يعني طبعا هذا القرار سيضع قيود شديدة أنت تعرف الحرس السوري له قوة كثيرة للأسف عميلة له في الدول العربية زي ما تفضلت من لبنان سوريا والعراق وبشكل علني طبعا ليس مخفي على أحد لذي يجاهرون بذلك لذي ميليشيات كلها حمد علي جعفري قائد الحرس السوري الإيراني ذكر ذلك مرارا وبشكل صريح مزبوط مزبوط عشرات من الميليشيات له زي ما أنت بتفضلت له غير هذا عدد كبير طبور خامس في البحرين وفي كل الدول العربية تقريبا هؤلاء الآن لن يستطيعوا مش لن يستطيعوا ولكن سيفكروا كثيرا قبل أن يجاهروا بعملتهم لإيران وتبعيتهم للحرس السوري وهكذا وربما يحد من شوية من حركتهم بالإضافة طبعا تأثيرات أخرى مهمة أعود لك سيد لو سمحت لكن نشرك ضيفنا من الساترات حيث مملكة البحرين وطبعا دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة للمملكة العربية السعودية حقيقة والكثير من دول منطقة رحبت بل وأيدت القرار الأمريكي بتصنيف الحرس التوري الإيراني كمنظمة إرهابية هذا المحور الهام يسعدني أن أناقشه مع ضيفي عبر الأقمار الصناعية من الرياضة الدكتور محمد السلمي رئيس المحل الدولي للدراسات الإيرانية دكتور محمد أهلا بك يا سيدي أهلا وسهلا وأشكرا لك وأتحياتي لك والضيفة بالكريم يا أهلا وسهلا بك كيف وجدتم هذا القرار وما هي دوافعة بالإضافة إلى لماذا هذا التأييد من البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وغيرها لهذا القرار الذي جاء ليصف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية نعم لا شك أن تصنيف الحرس الثوري يأتي في خطوة مهمة في قضية الاستراتيجية الأمريكية تجاه التصدي للنشاط الإيراني في الإقليمي وأيضا برنامجها الصاروخي وكذلك دعمها للإرهاب والطائفية وأيضا تهديدها للأمن والسلم العالميين خاصة في منطقة الشرق الأوسط ومضايق المياه كمضيق هرمز ومضيق باب المندب هناك أيضا محاولات أمريكية في وجهة نظري لدفع إيران إلى الداخل وإنهاء ذرعها الخارجية حتى تواجه استحقات داقلية قد تقود في نهاية المطاف بشكل أو بآخر إلى اهتزاز في النظام السياسي الذي جاء إلى إيران بعد ثورة 79 لماذا رحبت دول المنطقة بهذا القرار ولماذا هناك دول مترددة في هذا هذا سؤال مهم وأنا أعتقد أن ترحيب دول المنطقة الخليجية والعربية وبعضها كان على استحياء أيضا أو ربما لم تجاهر بتأييدها خشية من الميليشيات الإيرانية أعتقد أن السبب الرئيسي يعود إلى نشاط النظام الإيراني في المنطقة العداء الممنهج من قبل النظام الإيراني عبر ذراعي الحرس الثوري وفيلق القدس والميليشيات المنطوية تحت الحرس الثوري نتحدث عن 58 ميليشيا في العراق وحدها نتحدث عن عشرات في سوريا جلبه من باكستان وأفغانستان والهند واليمن واللبنان وغيرها الكثير هذه الحقيقة هذا النشاط الإيراني في المنطقة الذي يولد الإرهاب ويخلق الإرهاب ويقود إلى الطائفية يتعارض تماما مع نشاط وتوجهات دول المنطقة خاصة دول الخليجة التي تركز على التنمية وبناء الإنسان والشراكات مع كل دول العالم فعندما يكون هناك جار هدفه الأساسي الخراب بينما الهدف الأساسي مثل هذه الدول هو البناء والاستثمار في الإنسان والمشاريع التنموية والطموح والرؤى طويلة المدى لتنمية هذه الدول يجب أن يكون هناك موقف من قبل هذه الدول لحظ المجتمع الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة على اتخاذ خطوة تحد من النشاط الإيراني ولعل أبرزها كما ذكرتم أيضا في تقريركم هو تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية نعم دكتور محمد في النقيض مع موقف بعض الدول التي أعلنت صراحة بأنها مع هذا القرار كان هناك بعض الدول التي أعلنت وفي مؤتمرات صحفية رفضها للقرار الأمريكي دول من المنطقة أيضا رغم معرفتها رغم رؤيتها لبشاعة ما اقترفه الحرس الثوري الإيراني في الكثير من الدول العربية برأيك ما هو سبب هذه المواقف المؤيدة بل والمدافعة عن الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني أيضا أنا لا أستغرب ذلك لأن هذه الدول وخاصة عندما نتحدث عن قطر على وجه الخصوص سلبت الإرادة السياسية ووضعت نفسها رهينة للقرار السياسي الإيراني والقرار السياسي التركي وبالتالي لا تستطيع إطلاقا حتى وإن آمنت يقينا في داخلها إنه قرارا صيبا لا تستطيع الإعلان على ذلك بل لا تستطيع الصمت إلا أن تعلن دفاعها عن النظام الإيراني والحقيقة وتخطئت وإدانت هذا القرار وبالتالي هي ليست بمقدورها الفعل الكثير وهي أيضا تنسجم في سلوكها بشكل أو بآخر ما يسمى بالإسلام السياسي الشيعي وسنية يتوافق نجد الإخوان المسلمين من جانب ونجد الحقيقة النظام الإيراني كإسلام السياسي الشيعي إن صح التعبير كلاهما يسيران في اتجاه الحقيقة تجاوز الأنظمة السياسية والعمل على نشر الأديولوجيا والمشروع السياسي الذي يؤمنون به وبالتالي تتقاطع المصالح بين هذين النظامين وأيضا إذا المثلثة التركي إن صح التعبير ومن هنا نجد أنهم لا يستطيعان إطلاقا خاصة فيما يتعلق بأحد الدول الخليجية قطر على وجه الخصوص ستستطيع إطلاقا الحقيقة أن تقف موقف يملي عليها ضميرها وأيضا هي ستضرر من ذلك الآن وفي المستقبل كلما قدمت مساحة للنظام الإيراني ونحدث عن حرس الثوري كلما كان الخطر على قطر وعلى شعب قطر الشقانة في قطر وكلما سيتضرر المنطقة فيما بعد دكتور محمد تبعات من هذه المساحة نعم ابقى معي لو سمحت أشرك في هذه النقطة تحديدا ضيفي الكريم الأستاذ سيد زهرة في هذه النقطة أستاذ سيد الدكتور محمد من الرياض يقول بأن هناك بعض الدول ممن أيد هذا القرار لربما هو لا يملك الإرادة الحرة بحيث أنه يقوم بالتعبير عن مواقفه دون الضغوط هذا قد يكون أقرب إلى قطر منه إلى تركيا التي قد تتلاقى مصالحها في المنطقة مع المصلحة الإيرانية مضبوط لا هو طبعا الكلام الدكتور صحيح بشكل عام ولكن قطر مش مسألة أنها لا تملك الإرادة لا هذا هو ما تريده بمعنى أن قطر دخلت في شكل من أشكال التحالف مع إيران استدعت قوات إيرانية ومنها قوات الحرس السوري نفسه فهي لا تستطيع أن تأخذ قرار مؤيد مثلا القرار الأمريكي ليه؟ لأنه في هذه الحالة إذا أيدت القرار الأمريكي سيكون عليها أن تفك تحالفها مع إيران وأن تطرد أن تنهي الوجود الإيراني في قطر وهي لا تريد هذا ولكن النقطة الأهمة هي بذلك تؤكد التهم المنسوبة ليها بأنها تؤوي منظمات إيرانية هو يعني ما هي دي النقطة الأساسية يعني زي ما الدكتور أشار النقطة الأساسية أن قطر نفسها لديها أجندة وتلعب دور لا يختلف كثير عن الدور الإيران هي نفسها تمول جماعات إرهابية هي نفسها شجعت أجندات لفوضى وتخريب في الدول العربية زي البحرين زي السعودية في مصر غيرها شوف الآن ما يفعله في ليبيا طبعا فبالنسبة لقطر هو مش مسألة يعني هذا للأسف الشديد هو الخط الذي تريده هي راضية عما يفعله الحرس الثوري في المنطقة العربية يندرج في إطار نفسي سياستها تركيا يعني أنت كما قلت زي ما قلت أنه تركيا نفسها لها أطماع في المنطقة العربية بتتدخل في المنطقة العربية بتدعم أيضا جماعات إرهابية في بعض الدول العربية وبشكل عام من مصلحتها أنه يعني تلتقي مع النظام الإيراني عند هدف أنه إصارة الفوضى وإضعاف الدول العربية نعم أعود بشكل مختصر وسريع إلى الدكتور محمد من الرياضي دكتور الآن يعني من يقف أو يدافع عن الحرس الثوري الإيراني هل هو شريك في الإرهاب في المنطقة؟ نعم أنا أعتقد الخطوة الأمريكية واضحة أنه كل من يتعاون مع مع التنظيمات الإرهابية والآن الحرس الثوري الجزء منها يتم معاقبة وضع عقوبات عليه وهذه الخطوة القادمة العتقي هي الأكثر تحديا بالنسبة للإدارة الأمريكية وبالتالي أنا أعتقد أنه إذا كانت أمريكا جادة في قضية تطبيق القرار أنا لا أتحد القرار الآن أخت لكن تطبيق القرار على واقع الأرض هو الأكثر خطورة وهو أكثر صعوبا صح التعبير وبالتالي إذا بالفعل الولايات المتحدة تحولت من التصريحات والقرار إلى تطبيق على واقع الأرض سنجد عقوبات كثيرة على كثير من الدول ربما من الجانب وحادي أمريكي لعل قطر ستكون جزء منها خاصة الدول التي تعمل مناورات مع الحرس الثوري ستكون جزء منها الدول التي تصديب أي عناصر بشكل مباشر أو غير مباشر مرتبطة بالحرس الثوري ستكون جزء من هذه العقوبات الدول التي تستضيف مؤسسات مالية أو شركات مرتبطة بالحرس الثوري إذا لم تقوم بطرد هذه الشركات ومنع التعامل معها ستكون تحت طائلة العقوبات طبعا هناك صعوبة كبيرة وتحتاج وقت طويل جدا في قضية وضع قوائم الشركات والأفراد المرتبطين بالحرس الثوري لأن الأمر ليس بذلك السهولة لأن النظام الإيراني يستخدم اسماء مدنية في الحرس الثوري وبالتالي يحتاج العمل لتعاون مجتمع دولي ومؤسسات مالية كبيرة حول العالم لوضع القوائم الطويل للحرس الثوري وبالتالي متابعة الحرس الثوري وعناصري ومؤسساته وشركاته المالية وبالتالي تطبيق هذا القرار على الحرس الثوري وبالتالي على النظام الإيراني نعم كل الشكر وتقدير لك الدكتور محمد السلمي رئيس المأهد الدولي للدراسات الإيرانية كنت معي من الرياض شكرا جزيلا لك يا سيدة عود لضيفي في الستوديو لأستاذ سيد زهرة يبدو الآن بعد يعني الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي ومحاصرته الآن بشكل لم يسبق له مثيل منذ قيام هذا التنظيم في النصف الثاني من العام 2014 يبدو أن الحرب ضد الإرهاب باتت تأخذ يعني أشكال مختلفة ولا بد من تشفيف هذا الإرهاب في المنطقة بكل منابع اللي لربما أحد أبرزها هو الحرس الثوري الإيراني ويعني المنظمات الإرهابية المشتقة عنه في مختلف الدول العربية صحيح صحيح يعني أنت هذه المنطقة العربية يعني كل الدول العربية تقريبا في السنين الماضية السنين الطويلة الماضية دفعت تمن فادح جدا لهذه الجماعات والقوى الإرهابية مش محتاجين يعني نتكلم عن الضمار الحل للدول في العراق سوريا اليمن ليبيا ما حدث في البحرين من عمليات إرهابية إلى آخره اليمن اللي مازالتعاني من الإرهاب الحوثي الممتد إلى يعني الحرس التوري الإيراني نعم فهذا الخطر طبعا في القلب من هذا الخطر الإيران مشروع النظام الإيران والدول اللي بلعبه للحرس السوري نعم فهذا الخطر وصل إلى مرحلة مرحلة بالنسبة لكثير من الدول العربية وبالنسبة الإدارة الأمريكية الحالية هناك إدراك أنه يجب أن يوضع له حد أو على الأقل أنه يحجم ولكن إحنا كمان يجب أن ندرك أنه هذه معركة طويلة جدا بمعنى إيران لن تتخلى عن مشروع في المنطقة بسهولة دور الحرس السوري لن ينتهي بين يوم وليلة ولاحظ أنه غير إيران والحرس السوري هناك قوة إرهابية أخرى ربما تكون مرتبطة أو غير مرتبطة بإيران وزي نقول يعني شوف الدور اللي بتلعبوا دولة عربية زي قطر هناك جماعات إرهابية إيدولوجية بتدعي الإسلام وتمارس القتل والعنف سواء ارتبطت بإيران أو لا فالبسألة طبعا خطوة زي دي تصنيف الحرس السوري وضعوا على قائمة الإرهاب أو أنه الدول العربية تدعم مثلا جهود محاربة الإرهاب في ليبيا الآن مثلا أو في أي أو في اليمن في اليمن إلى آخره كل ده مهم ولكن إحنا بحاجة إلى جهود عربية أكتر إحنا بحاجة إلى جبهة عربية قوية وإلا سنقضي سنوات طويلة نتعايش مع هذا الإرهاب ولا بد من نتعامل الوقوف معه ما الذي يعني تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية التقرير التالي يجيب على هذا السؤال المترجم للقناة المترجم للقناة سيد هذا القرار الأمريكي بتصنيف الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية ما هو تأثيره؟ تأثيره على المستوى الدولي من جانب والأهم ولا ربما لا يجب أن نغفل عن تأثيرها في الداخل الإيراني تحديدا هو يعني على مستوى دول العالم أعتقد هذا القرار سيكون له دور مهم جدا في تعميق عزلة إيراني وفي رضع كثير من دول العالم التي ما زالت يعني ترفض موقف مواجهة إيران أو كذا أو تردد إلى آخر ليه؟ لأنه الآن صحيح هذا القرار ليس قرار دولي ليس ملزم للدول الأوروبية مثلا أو للدول الغربية بشكل عام أو لدول العالم ومع ذلك ليس هناك مجال أمام هذه الدول سوى أن يعني تنصع لما يمليه هذا القرار ليه؟ أنا كما قلت يعني راحز أنه هذا القرار يعني أنه ومش بس الحرس السوري كمنظمة عسكرية إرهابية يصنف هكذا إنما كل المؤسسات المالية الإيرانية التي لها علاقة أو صلة بالحرس السوري هي موضوعة تحت تصنيف الإرهاب صحيح وبالتالي يجب حظر التعامل معها بحسب القرار أمريكيا طبعا صحيح الدول الأوروبية واتخاذ عقوبات مع من يقوم بالتعامل بالإضافة للعقوبات لكن لاحظ الدول الأوروبية حتى لو ما عجبهاش القرار أو ما هي لكن لا تستطيع تحديه ليه؟ لأن الشركات الأوروبية والعالمية كلها شركات عملاقة عابرة للحدود لا تستطيع أن تضع نفسها حتى إلة العقوبات لأمريكية وتضرب مصالحها أنت شفت لما أمريكا فرضت العقوبات على إقتصادية على إيران الماضية يعني الدول الأوروبية رفضت العقوبات وقالت أن الشركات تستطيع أن تتعامل مع إيران ولكن كل الشركات انسحبت مع إيران لأن المسألة مش مسألة مواقف سياسي فمن هذه الزاوية يعني هذا القرار سيكون لها تأثير جداً الكبير على زيادة الضغوط الدولية على النظام الإيراني بالنسبة ماذا عن الشأن الداخلي طبعاً طبعاً يعني يمكن تكون أكبر خطوة على الإطلاق بالنسبة للعقوبات أو القرارات الأمريكية التي تخزت ضد النظام الإيراني ستترك تأثير على الداخل الإيراني لنفس السبب اللي أنا قلت هو مسيطرين على أكتر من تلت الاقتصاد في مجال المصارف والبنوك مجال النفط مجال مش عارف السياحة الطيران الأمن الغزاء الكذا الكذا هو يهيمن على كل اقتصاد الإيراني كل تقريب كل الاقتصاد الإيراني بالزبط فأنه يحاصر هذا الكيان بهذا القرار ويفرض هذا الحصار على شركاته ومؤسساته سينعكس مزيد من سوء الأوضاع الداخلية اللي هي المنهارة أصلاً للشعب الإيراني واللي أدت في السنوات القليلة الماضية لأكثر من موجة احتجاجات وطبعاً احتجاجات لأنه سوء الأوضاع الاقتصادية وصل إلى مرحلة يعني لم تعد تطاق بالنسبة للمواطن الإيراني ولذلك أنا يعني وطبعاً يعني غير حتى الجوانب الاقتصادية على المستوى النفسي والمعناه والسياسي اتصور بالنسبة للمواطن الإيراني يعني هو يرى جزء من المنظومة العسكرية الرسمية اللي هي بتمرس القمع ومسيطرة على الاقتصاد هي وضعت البلد والشعب في هذه المحنة الكبرى في مواقع أمريكا ومواقع العالم بممارستها مواجهة العالم الحر يعني الداعي لوقف الإرهاب أياً كان بسرط ولذلك أعود لي هذه النقطة أستاذ سيد أيضاً الحديث عن الشأن الداخلي لو سمحني لكن أشرك أيضاً معنا للمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالشأن تأثيراتها الداخلية في الداخل الإيراني معي عبر الهاتف من لندن الأستاذ حسن راضي الخبير في الشأن الإيراني أهلاً بك أستاذ حسن أهلاً وسهلاً حياك الله يا أهلا بك سيدي من خلال يعني متابعتك للداخل الإيراني كيف استقبل الشارع الإيراني هذا القرار الأمريكي الذي صنف الحرس التوري كمنظمة إرهابية طبعاً الشارع الإيراني الشارع الداخلي كمواطنين يعني رحبوا بهذا التصنيف واعتبروه خطوة إيجابية كبيرة للقاية لأنه وأيضاً اعتبروه جاء متأخراً لأنه الحرس التوري الإيراني هو يعني معرفة الأرهاب في الداخل وفي الأقليم وفي الجميع عن حال العالم منذ تأسيسه منذ نشأته وخاصة منذ تأسيسه كان له فرع خارجي يسمى فيلق الغدس بمعنى يعني وظيفة أو عمل هذا الحرس التوري هو التدخل في شؤون الداخلية هو الاختيالات في الداخل هو الاحتقالات يعني أضافة على مثلاً جهاز الاستخبارات التابع للحكومة الإيرانية هناك جهاز الاستخبارات أقوى من جهاز الاستخبارات يعني الحكومي تابع للحرس التوري الإيراني هناك يعني النفوذ في جميع المؤسسات وله مؤسسات مستقلة أخرى معظم تلك المؤسسات الأمنية والسياسية تمارة الإرهاب والقمع على جميع المواطنين لذلك نعتقد المواطنين اعتبروا هذه الخطوة مهمة للغاية يعني أيضاً تضيغ الخناق ليس فقط على الحرس التوري الإيراني وجميع مؤسساته بل تضيغ الخناق على النظام الإيراني لأنه يعني الحرس التوري الإيراني له تواجد في جميع يعني قاعات الاقتصادية والسياسية وأيضاً حتى الدبلوماسية يعني ليس فقط سيكون هناك ضغوض داخلية جراء محاطرة هذا يعني هذا الجهاز الاستخباراتي وبل يعني سيكون جميع المؤسسات النظام الإيراني في العالم في مأزق وفي موقع يعني حرج لأنه الكثير من المسؤولين في المؤسسات في السفارات الإيرانية كثير من السفراء الكثير يعني من موظفين ما تسمى الملحقات الثقافية هي تابعة للحرص الثوري صحيح الآن بعد ما صنف هذا الحرص الثوري الإرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على جميع الدول أن تطرد السفراء والموظفين الإيرانيين في السفارات لأن معظمهم ينتمون إلى الحرص الثوري ويمارسون الإرهاب يمارسون يعني التجسس والاقطيالات العديدة التي نفذها الحرص الثوري الإيراني في أوروبا وفي أمريكا لذلك أنا أعتقد يعني لطالما الحرص الثوري هو له دور كبير في الغطاع الاقتصادي والسياسي والعسكري والديبلوماسي أنا أعتقد أن يكون النظام الإيراني في مأذك حقيقي في تعامله مع الداخل والأسليم أضافة على مثلا حتى مثلا النظام السوري والإراق والكثير من التول التي لها علاقات مع هذا النظام واتفاقيات الحرص الثوري الإيراني سيكون في موقف محرج وعليهم يجيبون على هذا السؤال كيف يتحالفون ويبرمون الاستفاقات مع منظمة إرهابية وعليها أن تلغي جميع الاستفاقيات لأنه لا يمكن قانونيا أن تبرم أي جهة تبرم اتفاقيات مع جهة إرهابية وهي مموازات داعش لذلك أنا أعتقد أنه النظام الإيراني سيكون في يعني في ظرف صعب للغاية وأيضا على جميع الدول أنه الحق القانوني أن تقصف وتقتل الحرص الثوري أينما تواجد لأنه يعتبر منظمة إرهابية ويعتبر المهاجمة والهجوم على الحرص الثوري عسكريا هو قانونيا مكبول حسب الغوانين الدولية وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية صنفة إرهابيا وهي أكبر دولة وستتفاعل نعتقد جميع الدول وحتى أن يتفاعل مع هذا القرار لأنه قرار مهم والحرص الثوري الإيراني مارسة للإرهاب على الأراضي هذا ما يتعلق تأثيره واللدول الفعل الخارجي ماذا عن تأثير هذا القرار الأمريكي على المعارضة في الداخل الإيراني نعم لظال solids أنه نظام الإيراني يستقوي بهذا الحرص الثوري الإيراني سيكون لا يستطيع عن أن يكون متواجد في الأقليم ولا يمكن أن يستطيع أن يمد العلاقات أو تبادل العلاقات مع الأقليم والميليشيات التي يستقوى بها وأيضا لا يتمكن أن يقوم بالتحالفات أو بعلاقات تجارية واستثمارية كلها سينعكس على النظام الإيراني انعكس على الحظ الثوري لا يستطيع أن يناور في المنطقة لا يستطيع أن يستثمر في المنطقة لا يستطيع أن يستثمر في الداخل بعلاقات مع الشركات الكبرى لذلك سيضعف اقتصاديا أيضا سيضعف نفوذة وستكون جميع تحركاته تحت المجهر يعني ليس فقط المجهر يعني العاد الذي يراقبه مجال حقوق الإنسان ومنظمات الإنسان بل المجهر الذي تسلطته الولايات المتحدة الملكية على هذا الحرص سيكون جميع تحركاته يعني مرصودة وبالتالي يعني أيضا الشعب في الداخل أيضا والمواطنين أيضا سيعكسونه بشكل جلي جميع التحركات وممارساته القمي الغمعية وسيعكسونها إلى العالم لذلك نحسن أنه سيتراجع دوره كما سيتراجع دوره في المقليم سيتراجع دوره في الداخل وتأثيره في الداخل الإيران من لندن الأستاذ حسن راضي الخبير في الشأن الإيراني كل الشكر والتقدير لك أعود لك سيد سيد يعني كنت تتحدث عن المزاج العام الحالة النفسية هذا طبعا عن تدني وتردي الأوضاع الاقتصادية إذا ما قلنا بأن الحرس الثوري الإيراني كأخطوط متوغل في كل يعني في كل يعني مفاصل الدولة الإيرانية ومثل ما تفضل حسن يتحدث عن السلك الدبلوماسي السياسيين الاقتصاديين كلهم يقعون تحت مضلة هذا نعم يعني هو الحقيقة الشعب الإيراني في الاحتجاجات الماضية ويعني المعارضين في السوشيال ميديا وفي الصحف وكذا الشعب الإيراني وصل يعني عمليا أو خلينا نقول قطاع كبير جدا منه إلى قناعة بأن هذا النظام يجب أن ينتهي هذا النظام لم يقد هذا النظام الديني المستبد الذي يبدد صروة البلد في الخارج في الإرهاب وكذا لا يمكن أن تتحسن الأوضاع مع بقائه ولكن طبعا أنه يتحول هذا الاحتجاجات كبيرة أو ثورة تطيح بالنظام هذا قضية كبيرة أخرى ولكن بالنسبة لهذا القرار بدون شك لهذا السبب يعني أنه سوف يزيد من غضب الشعب الإيراني مش بس على الحارة الثورية على النظام ككل الأمر الآخر أنه سوف يعمق الصراعات الداخلية في إيران تعلم إيران صحيح كل قوة النظام يعني سواء بيسمون معتدلين أو محافظين أو إلى آخره كلهم بيجمعوا على العنصرية والعداء للعرب والإمام بتصدير الثورة ومع ذلك ولكن هناك صراعات عنيفة بين قوة مختلفة في داخل إيران صراعات سلطة على السلطة فهذا القرار سيؤجج هذه الصراعات إلى أي حد ممكن تؤثر على الأوضاع الداخلية إلى آخره بس أنا سمحت لي فيه نقطة أخيرة إذا أنا أريد أنه ما لم يكن فيه قضايا أخرى أريد تناقشي أنا بس أريد أن أقول عن أنه صحيح زي ما قلنا والأسازة تفضلوا أن هذا القرار الأمريكي يعتبر خطوة كبيرة ومهمة جدا على طريق مكافحة الإرهاب في المنطقة وعلى طريق مواجهة المشروع الطائف التوسعي الإيران لكن الذي يجب أن يكون واضح في رأيي أن هذا القرار وكل العقوبات الأمريكية المفروضة أو التي ستفرق هي ليست كافية في حد ذاتها في أنها تحقق الاستقرار في المنطقة ليه إذا أردنا نتحدث عن استقرار للدول العربية عن تقوية للدول العربية فهذا لا يمكن نتحقق إلا إذا انتهى الوجود الإيراني أصلا في كل الدول العربية وإلا إذا تخلت إيران عن مشروعها التوسع أو أجبرت بمعنى صح على التخلي عنه العقوبات مهما كانت لها نتائج إيجابية جيدة إلى آخره أو تصنيف الحرس الثوري إرهابي كل ده جيد ولكن لا يمكن أن نحقق هذا اللي أنا عايز أقوله أن الدول العربية الأساسية المعنية بالأمن القوم العربي باستقرار الدول العربية يجب أن تستثمر هذا الموقف الأمريكي أن تستغل هذا الموقف الأمريكي القوي في مواجهة إيران أنا كتبت هذا الكلام مرارا كي تضع هي استراتيجية خطة عربية لإنهاء الوجود الإيراني في المنطقة مستغلة هذا الضرف المواتي بالموقف الأمريكي وهذه قضية مهمة جدا يجب نتنبه ليه مو معقول إحنا ننتظر أن أمريكا لم تنهي الوجود الإيراني في المنطقة ولا تريد في الحقيقة يعني أنها تنهي بالكامل هي تريد أن تردعوا ولكن أمريكا كمان لها مصالح يعني هذه حالة لا استقرار ماذا يجب أن يفعل العرب هذا يجب أن ننتنبه عزة إذا تحالف عربي من الدول الأساسية تضع لنا خطة لإنهاء الوجود الإيراني في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي أي مكان بدون هذا يعني ليس من المقبول أن نراهن فقط عن أمريكا هي التي ستقوم بهذه المهمة نعم الفكرة واضحة وهي فكرة مهمة جدا كل الشكر والتقدير لك الأستاذ السيد زهرة على ما تفضلت به في حلقة هذه شكرا جزيلا شكرا لحضرتك إذن مشاهدين الكرام الحرب الدولية على الإرهاب هي حرب ضروس مستمرة واضحة المعالم إلى حد كبير حرس التوري منظمة إرهابية حرس التوري الإيراني منظمة إرهابية أيد ذلك كثيرون ولكن عرضه قلة إلا أن خيوط هذه اللعظة تطول تتشعب في الخفاء والعلم بين مستفيد يتستر عليها ويدعمها بكل السبل وبين من ذاق من مرارتها من مرارة الإرهاب ويكافح بكل ما يملك لوقف هذه الآفة وفضح من يدعمها ويمولها ويدعي السلم والأمان ويتشدق بالسياسة بالسيادة وبحقوق الإنسان والسلام شكرا للمتابعة وناتقيا لك اشتركوا في القناة شكرا للمتابعة